اشتركوا في القناة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي صحة وسعادة بكل خير واهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهرة في هذا البرنامج تفتح الهيئة أبوابها ونوافذها وجميع قنواتها لاستقبال ملاحظاتكم آرائكم واقتراحاتكم وكل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الطبي في إمارة دبي بشكل عام وخدمات هيئة الصحة بشكل خاص وأيضا القطاع الصحي في دولة الإمارات العربية المتحدة إذن مستمعين مثل ما عودناكم ناخذ بس هذه جولة سريعة لبعض الإعلامات لكن قبل ذلك خلوني أطرح عليكم سؤال اليوم سؤال اليوم طبعا الجائزة مثل ما قلنا هي عبارة عن جهازين الجهاز الأول الـ Eye Health اللي هي عبارة عن جهاز مراقبة القلوكوز والجهاز الثاني الفيت بيت اللي هو جهاز لقياس اللياقة البدنية بيفوز فيها واحد منكم اللي يعرف الإجابة الصحيحة سؤالنا اليوم هو سهل للي عنده التطبيق وصعب حق اللي ما عنده التطبيق فركزوا معاي ما هو أول سؤال تسأل عنه عند الدخول أو عند التسجيل في تطبيق حياتي أول سؤال يسألك التطبيق شو هو؟ هل أنت ذكر أو أنثى؟ ما هي جنسيتك؟ كم عدد أولادك غير؟ ما ذكر هل أنت ذكر أو أنثى؟ ما هي جنسيتك؟ كم عدد أولادك غير ذلك لإرسال الإجابات الإسم الثلاثي مع الإجابة الصحيحة أو الخيار السليم على الرقم 4006 طبعا أنا أطرح المسابقة يا جماعة الخير مو معناته مواضيع الحلقة ما تتكلمون عنها؟ لا بعد اللي عنده أسألة عن مواضيع الحلقة اليوم بعد كذلك ممكن أن يتواصل معنا لكن اللي حاب يشارك كذلك يشارك معنا في المسابقة بالعكس نحن نرحب على الرقم 4006 واللي يبغي تواصل معنا عبر الاتصال على 600551414 عندنا مواضيع شيقة اليوم ما نتكلم عنه بخبركم عنه بس بعد ما أقرأ هذه الإعلانات السريعة حبيت أذكركم أن آخر موعد للتأمين الصحي يا جماعة الخير 31-12-2016 31-12-2016 هو آخر موعد للمهلة التي تم تمديدها للتأمين للتأمين العمالة المنزلية عند الأفراد بعد 31-12 مخالفات خلاص يعني كان المفروض نحن مددنا لكم خلال الفترة هذه على أساس الواحد يحسن أوضاعها وقلنا فوايد التأمين وأهمية التأمين ووايد أشياء تكلمنا في هذا المجال وجاوبنا على الكثير من الأسئلة وأيضا فيصل عندنا حدث التأمين هذا الأسبوع أو لا من التأمين ما أسمعك الأسبوع الياء إذا الأسبوع الياء بعد بتكون لدينا حلقة خاصة بالتأمين عموما اليوم هو اليوم العالمي للسكر مرض السكر اليوم نحتفل باليوم العالمي طبعا بتكون لنا تغطية خاصة في هذا الموضوع بعد الفاصل ما أخبركم عنها أيضا نذكركم بأن مؤتمر التغذية الثاني ينطلق يوم 18-11-2016 يوم الخميس القادم بينطلق مؤتمر التغذية الثاني هذا المؤتمر اللي تنظمه هيئة الصحة بدبي طبعا واحد من أهم المؤتمرات في مجال الصحة بشكل عام وأيضا على خارطة المؤتمرات الصحية في إمارة دبي أيضا اليوم حملة دمي الوطني بتكون في محاكم دبي أمس تكلمنا عن هذه الحملة وقلنا أهميتها وعندنا الحملة بتكون إن شاء الله اللي حاب يتبرع ممكن يتوجه إلى محاكم دبي إذا كان أحد فيكم جريب من محاكم دبي الله يخليكم البنك المتنقل أو بنك الدم المتنقل موجود هناك فاللي حاب يشارك في هذه الحملة يعني حياكم الله ونحمي السمرين تغريدة تغريدة اللي من إدارة التغذية السريرية اللي تأتي بالتعاون مع إدارة التغذية السريرية هي التغذية الغذائية نقول اختر الأطعمة المشوية أو المخبوزة بدلا من المقلية ها يعني خاصة حين الشتاء والبر وتشذا فالواحد عند المشاوي رقم واحد يعني فدائما اختاروا أو ابعدوا عن الأطعمة المقلية طيب الصحة العالمية إعلانات الوجبات السريعة خطر على الأطفال شددت منظمة الصحة العالمية على ضرورة حماية الأطفال من إعلانات أطعمة الوجبات السريعة المنتشرة على تطبيقات المتاجر الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وجاء في تقرير منظمة أن الآباء غالبا لا ينتبهون إلى الحجم الهائل لمثل هذه الإعلانات لأنها تستهدف الأطفال بصورة خاصة وطالبت منظمة الصحة العالمية بضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات لتنظيم تسويق الأغذية غير الصحية التي تستهدف الأطفال على الإنترنت كما طالب أطباء الأطفال بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لوقف انتشار البدانة بين الأطفال هذا الخبر والله يذكرني بإعلان لأحد شركات أو أحد مطاعم الوجبات السريعة الإعلان فكرته بسيطة جدا تعرفون نحن سميه المنز شو سمون المنز بالفصحة؟ حد يعرف المنز شو نسميه؟ مثل المريحانة مثل الأرجوحة هذي حاطين طفل عليها وقاعدين يدزونه طفل عمر سنتين وثلاث سنوات وهو نازل يصيح وهو طالع يضحك ينزل يصيح طالع يضحك بعدين اللقطة اللي بعدها على شعار المطعم هذا تخيل الصورة الانطباعية اللي تتولد عند الأطفال وهم يشوفون هذا الإعلان طبعا فكرة الإعلان ذكية جدا لكن خطرها على الجيل هذا خطر كبير فالله يخليكم قدر الإمكان وعوا أطفالكم بمخاطر هذه الوجبات السريعة وعوا أنفسكم بعد يعني الولد ما بيب من برع إذا شاف يعني هلا بهذا الشكل يعني أكيد طبيعة الحال والله خلني أقرأ الأخبار لأنه فيه وقت سؤال في هذا الموضوع لأنه فيه ممارسات خاطئة في المجتمع بهذا الشكل الشكل لا يصدق يعني الأهل هم يعني للأسف للأسف عموما أيه إن شاء الله أقرأ الخبر هذا ونطلع على الفاصل الترابط الأسر يلعب دورا كبيرا في صحة كبار السن كشفت دراسة أمريكية أن الترابط الأسر يلعب دورا كبيرا في تحسين مزاج وصحة المسنين واستخدم الباحثون بيانات من سجلات الوطنية للحياة الاجتماعية وتقدم في السن وطلب من المشاركين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 57 إلى 85 سرد ما يصل إلى خمسة أشخاص يشعرون بأنهم الأقرب إليهم فضلا عن توضيح طبيعة علاقته مع هؤلاء الأفراد ومدى القرب الذي يشعرون به تجاه كل شخص وكانت غالبية المشاركين من الفئة المتزوجة وكانوا في صحة بدنية جيدة وذكروا مسويات منخفضة من الشعور بالوحدة وجرى تقييم الوفايات بين المشاركين في وقت لاحق من الدراسة طبعا كشفت نتائج الدراسة أن المشاركين لدينا أبلغوا عن شعورهم بالقرب الشديد لأحد أفراد الأسرة كان لديهم خطر للوفاة في السنوات الخمسة التارية بنسبة 6 في الامية في حين أن أولئك الذين أبلغوا عن الشعور بالقرب الشديد لأحد الأشخاص من خارج العائلة كانت لديهم خطر للوفاة في السنوات الخمسة التارية بنسبة 14 في الامية طبعا نحن نقول العمار بيد رب العالمين لكن هذه مجرد دراسات وبالفعل يعني تثبت أن نفسية الشخص تؤثر بشكل أو بآخر طبعا ما عندي وقت في سالفة كنت أقولكم عنها لكن ما عندي وقت لها فما نطلع فاصل إذا تمينا في نفس النطاق من الموضوع ما نتكلم عنه إذا ما غيرنا موضوع خلاص ما نكون دخلنا على موضوعنا الرئيس عموما سؤال للحلقة ما هو أول سؤال تسأل عنه عند التسجيل في تطبيق حياتي أول سؤال يسألك التطبيق هل أنت ذكر أو أنت ما هي جنسيتك كم عدد أولادك غير ما ذكر ها يعني ولا إجابة صح فتختار واحد هل أنت ذكر أو أنت اثنين ما هي جنسيتك ثلاثة عدد أولادك أربعة ولا واحد من هذه الأسئلة فرسلونا الإجابات الله يخليكم الإسم الثلاثي تسهلون علينا عملية الإختيار الإسم الثلاثي مع الإجابة الصحيحة على أربعة صفر صفر شتة فاصل المستمعين وبعد الفاصل ما رجعلكم ما يتكلم عن اليوم العالمي للسكر صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى ومستمعين الكرام في برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام نذكركم بسؤال حلقة اليوم سؤال حلقتنا يقول ما هو أول سؤال أن تسألوا عنه عند التسجيل في تطبيق حياتي يعني أول ما تسجل اسمك في تطبيق حياتي نزلت التطبيق تسجل اسمك أول سؤال يسألك التطبيق هل أنت ذكر أو أنثى ما هي جنسيتك أم كم عدد أولادك أم غير ذلك غير ما ذكر للإرسالة إجابات على أربعة صفر صفر ستة قلنا الجواز بتكون عبارة عن جهازين للفائز اللي هي جهاز الآيهلث والفيتبلت الآيهلث هو جهاز مراقبة الجلوكوز الفيتبلت هو جهاز لقياس اللياقة البدنية هذي اللي بيحصل عليهم فائز حلقة اليوم عموما في بعض الهذا يسعى صباحك أخ محمود بس حبيت أشارك بهذه المعلومة بمناسبة اليوم العالمي لمرض السكر يريت المعلومة هي تم اختيار 14 دعش اليوم العالمي للسكر هي ذكرى ميلاد فريدريك بانتج الذي أسهم مع تشارلز بيست في اكتشاف مادة الأنسولين عام 1922 شكرا لك على هذه المعلومة نحن متوجه إلى موضوع السكري طبعا قبل أعرف بالدكتور بس خلوني أقرأ هذا المعلومة يريت تبعثون مسجد للمسجرين في صحة تدبي تنبيه بخصوص تأمين الخدم مثل ما توصلنا مسجدات للمواعيد مبلكل يسمع الإذاعة بالصدفة أنا سمعتها عموما نحن إن شاء الله مناخذ هذا الموضوع وأيضا دائرة اقتصادية بعدها بدت تبعث هذه المسجدات ومجموعة الدوائر وكذلك ما نكلم الجماعة عندنا على أساس أن الدات الموجودين يبعثونها لجميع الإخوان خاصة بالتمين الصحي فيصل يلي تأخذ لهذا وتنزل في السيسم بزاك الله خير الدكتور محمد عبدالطيف السيد استشاري غدد صماء بمستشفة بيهو وضيف حلقتنا اليوم ودكتور يعني شفت أنتم ما شاء الله المستمعين عندهم تقافة في مسألة أصلا ليش تم اختيار هذا اليوم فأنا يعني بتكلم عن مسألة جديرة بالذكر أن في عام 2008 أشارت التقديرات إلى أن 347 مليون شخص في العالم مصابون بداء السكري وأن معدل انتشاره آخذ في التزايد وخصوصا في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في عام 2012 كان هذا المرض هو السبب المباشر في أكثر من مليون ونصف وفاة حدثت أكثر من 80% منها في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل وتتوقع المنظمة منظمة الصحة العالمية أن داء السكري سيحتل المرتبة السابعة في الترتيب بين أسباب الوفاة الرئيسية بحلول 20-30 إذا ما استمرت المسألة بهذا الشكل الآن اليوم العالمي للسكر دكتور نحن العالم قلنا أنه يحتفل واحد من المستمعين خبرنا السبب ليش تم اختيار هذا اليوم أنتم أو نحن في هيئة الصحة الآن ما الذي يعني الخدمات اللي نحن نقدمها في مجال مكافحة السكر بما أن الشعار السنة هذا أهزم داء السكري بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا أنتم بخير أولاً بالمناسبة اليوم العالمي للسكر والصباح الخير هيئة الصحة في دبي حقيقة عندها مجموعة من البرامج لمكافحة السكر تتمثل بدايةً في طرق الوقاية من السكر في الأول نحاول نتجنب أن نصير السكر وهيئة الصحة مستغلة يعني وسائل التواصل الاجتماعي الإذاعة التلفزيون تقوم بحملات توعية وفعاليات في المجتمع في المدارس في الجامعات في المؤسسات الحكومية في المؤسسات الخاصة لتوعية الناس أكثر بطرق الوقاية من السكر والرياضة الدائمة الغزاء الصحي طيب دكتور يعني قسم الغدد الصماء في مستشفى دبي يقدم العديد من الخدمات في هذا المجال خلنا نتعرف على هذا القسم وما الذي يقدمه في مستشفى دبي قسم الغدد الصماء في مستشفى دبي هو يقدم الخدمات لكل مرضى الغدد الصماء وخاصة مرضى السكر لأنه الأول وأنه الثاني وسكر الحمل وفي مجموعة من الأطباء والاستشاريين والأخصائيين المتخصصين في السكر وعندهم خبرات طويلة فيه وفيه عندنا مجموعة تيم لمعالجة مرضى السكر ما تمثل فيه مثقفة السكر ومسؤولة على التغذية بالإضافة لأطباء العيون اللي يهتموا بمتابعة حالات الشبكية في مرضى السكر أطباء القلب وعندنا متخصصين في العناية بالقدم لنسبة للمرضى السكر كذلك عندنا قسم الإعلاج الطبيعي اللي مختص برضو بالتمارين للإعلاج الطبيعي للسكر جميل دكتور المنظمة الصحة العالمية تهدف من هذا اليوم إلى عدة أمور تبغي تركز عليها في هذه السنة وأيضا كانت مسألة تعزيز الوعي بزيادة الإصابة بداء السكري وبالعبء الهائل والعواقب الضخمة خصوصا على البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل الآن إذا ما نتكلم عن دولة الإمارات فكيف نرى أنفسنا في مسألة الوعي بداء السكري وطرق الوقاية والعلاج منه نعم الحقيقة رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في المجال الصحي هي العمل على تقليل نسبة الإصابة بداء السكري في دولة الإمارات من 19% 2015 إلى 16.3% بحلول عام 2021 وهيئة الصحة في دبي ووزارة الصحة في الإمارات تعمل على التحقيق هذا الهدف من خلال تنظيم دورات تعريفية وثقافية في كافة المجتمع من المدارس والجمعات ومقابلة الناس ومقابلات شخصية في مراكز التسوق في شرح طرق الوقاية من السكر على طاري الوعي والوقاية أنتو عندكم يوم الجمعة فعالية ضخمة جدا في حديقة الزعبير شو هي هذه الفعالية دكتور؟ نعم تاريخ الجمعة الساعة صباحا في حديقة الزعبير عندنا فعالية المشي وهذه الفعالية طبعا تتنظم كل سنة احتفالا باليوم العالمي للسكر وتتضمن فحص بجعني للسكر وتثقيف صحي عن السكر ولطرق الوقاية منه وفي وكثون أو مشي في حديقة الزعبير ومن هنا أنا بستقل الفرصة لدعوة جميع الناس الأفراد الأسر الصغار والكبار يشاركونا في هذا اليوم فيه شروط للمشاركة ولا هي الدعوة عامة؟ أي حد ممكن يهد يغزع بيه الساعة سبع صباحا ويشارك في هذه الفعالية؟ ما فيه أي شروط الدعوة عام بالجميع للمشاركة شو ما كانت جنسيته؟ شو ما كانت الجنسية؟ شو ما كانت العمر؟ جميل وفيه عندكم دكتور ويبسايت أو شيء للمشاركة حق نعم للتسجيل في الفعالية المشي عندنا ويبسايت الرابط beatdiabetes.me beatdiabetes.me طيب دكتور قلنا نحن يمكن العلاج من داء السكري وبالإمكان السيطرة على داء السكري وتدبير تدبيرها علاجيا للوقاية من المضاعفات الآن على ماذا تعتمد هذه المسألة؟ كيف أنا ممكن أتعايش مع السكري؟ تعتمد أولا على الشخص المصاب نفسه بالسكر قناعته أنه هو لازم يحاول يتعايش وسيطر على السكر عشان يتجنب المضاعفات في المستقبل وفي نفس الوقت يعتمد على الاهتمام الأسرة بالشخص المصاب بالسكر وطبعا أناية طبية جميع طيب هذا اللي المصاب الغير المصاب دكتور كيف ممكن يقي نفسه من الإصابة بمرض السكري؟ شو الممارسات اللي يجب أني أنا عرفها وتجنبها؟ نعم أول شي طبعا التغذية 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 الصحيحة اللي هي متمثلة في الوجبات الصحية بداية الحلقة كنت أتكلم عن الوجبات السريعة دكتور عند الأطفال يعني وآثارها ومدى الواحد لازم ينتبه على أطفاله والإعلانات اللي تطلع لترسيخ يعني مفهوم الوجبات السريعة نعم الوجبات السريعة طبعا للأسف من أخطر الأشياء التي تسبب مرضى السكر لأنه هي تحتوي على كميات كبيرة من السكريات ونشويات والدهون والمشروبات الغازية طبعا وللأسف الآن بدأت تحتى حالات كثيرة جدا من نوع الثاني من السكر يصيب الأطفال في عام 11 سنة هذه ما كانت موجودة قبل خمس سنوات أو ست سنوات فذالب نحن ننصح بالقذاء الصحي الفواكه الخضروات مع الرياضة المستمرة نعم دكتور أنا أخبرك سالفة تذكر كنا في واحد من المعارض يعني واحد من الشباب يا حديدة خاطف شذا يعني مار قتلة تعال كنا عاملين بس سكشن صغير لفحص الفحص السكر وكذا والضغط وهذا على السريع قتلة تعال يا أخي فحص قال لي محمود مستعي القتلة تعال دقيقة ما بتاخذ هذا الفحص المهم دخل هويته وهذا وسووا للفحص طلع عنده السكر 400 400 مرتفع جدا مرتفع جدا قال لي المهم طنش وراح وهذا شفته بعد تقريبا 15 يوم قال لي محمود يا أخي تدري أنك أنت أنقذت حياتي نعم قال لي السكر طالع عنده 400 في الليل وصل ما أدري كم وشايلينه بسيارة اسعاف للمستشفى والله طبعا للأسف طبعا الدراسات أثبتت أنه فعلا الكبار الكبار من كل أثنين فيهم سكر واحد فقط عارف أنه في سكر الثاني ما يدري نحو عموما دكتور كلمة خيرة تبغي توجهها قبل أن ننهي اللقاء والله طبعا أوجه أنه الناس زيما يعني يحاولوا يوقاية من السكر لأنه الحين صاروا وباء عالمي الوقاية بتكون طبعا بالغذاء الصحي المتوازن الرياضة المنتظمة والحافظة على الوزن والتعادة عن العدات السيئة مثل التدخين جميل إذن اليوم مستمعين يصادف اليوم العالمي للسكر والذي تشارك به الهيئة بكل سنة عبر العديد من الفعاليات ولذلك لزيادة التوعية بهذا المرضى الذي تشير الدراسات لأن عدد المصابين به في العالم أكثر من أربعمائة مليون شخص عموما كل شكر للدكتور محمد عبداللطيف السيد استشاري غدد الصمة بمستشفى دبيش حكري لك دكتور وأيضا نذكر بسؤال الحلقة قبل أن نطلع الفاصل سؤالنا يقول ما هو أول سؤال أن تسألوا عنه عند التسجيل في تطبيق حياتي ألف أو واحد هل أنت ذكر أو أنثى؟ أثنين ما هي جنسيتك؟ ثلاثة كم عدد أولادك؟ أربعة ولا سؤال من هذه له فالليحاب يشاركنا على أربعة صفر صفر ستة لإسم الثلاثة مع الإجابة الصحيحة فاصل وما نرجع بعد الفاصل لما نتكلم عن موضوع آخر فابقوا معنا صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حيكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام مستمعين أن ذكركم بسؤال الحلقة؟ سؤال الحلقة يقول ما هو أول سؤال تسأل عنه عند التسجيل في تطبيق حياتي؟ هل أنت ذكر أو أنثى؟ ما هي جنسيتك؟ كم عدد أولادك؟ غير ما ذكر أرسالي الإجابة على أربعة صفر صفر ستة والفائز معنا بيفوز بجهازين الجهاز الأول جهاز مراقبة القلوكوز الجهاز الثاني جهاز لقياس اللياقة البدنية فعندكم تقريبا ربع ساعة وبعدها منوقف استقبال الأجوبة ومنسحب على الفائز اللي بيفوز معنا بالجهازين اللي قلت لكم عنه واللي مقدمة من إدارة تقنية المعلومات في هيئة الصحة بدبي شاكرين لهم هذه المبادرة الجميلة عموما كنا نتكلم بالفاصل عن اليوم العالمي للسكري ولكن للوقاية من هذا المرض أيضا فيه شغلة وايد مهمة يجب علينا الانتباه لها وهي من أهم الأشياء اللي ممكن تساعد الطبيب على العلاج اللي هي الاكتشاف المبكر للمرض والتعامل معه قبل أن ينتشر في الجسم فالفحص المبكر هذه مسألة جدا مهمة والفحوصات الدورية أهم لدرجة أن حتى عندنا نحن في مثلا برنامج عناية برنامج عناية عشان تجدد البطاقة يجب عليك أن تفحص فحص كامل عشان يجددولك البطاقة فأهمية الفحص الشامل وأيضا الفحوصات الدورية اللي دائما الهيئة ما تقدمها لكم للتأكد من صحتكم وشو هي البرامج ووين تقدم هذه الخدمات وكل التفاصيل عن هذا الموضوع معنا الدكتورة سعاد هاشم استشاري طب الأسرة ورئيس شعبة الوقاية السريرية وتعزيز الصحة في قطاع رعاية الصحية الأولية صح دكتورة؟ صح حيات الله معنا وصبحت الله بالخير وخلينا في البداية على أساس أن نتكلم بشكل عام عن الشعبة شو هو دور الشعبة؟ شعبة الوقاية السريرية وتعزيز الصحة؟ شعبة الوقاية السريرية وتعزيز الصحة هي شعبة تهتم بالوقاية وتعزيز الصحة ولشعبة برامج وخدمات كذا خدمة وبرنامج من ضمن خدمات الشعبة الفحوصات الدورية الفحوصات الدورية الكشف المبكر عن سرطان الثدي خدمة الفحص ما قبل الزواج فهي بعض من خدمات وبرامج الشعبة أنا أبغي أتكلم عن موضوع الفحص ما قبل الزواج كذلك يعني إذا حصلنا وقت ممكن نتكلم عن هذه الخدمة لكن الآن أبغي أركز على الفحص الدوري دكتورة يمكن أنا واحد من الناس المقصرين في هذا الموضوع يعني يمكن تاخذ معايا فترات طويلة لما أفحص دوريا ما هي المدة التي يجب علينا أن أفحص أو شو هو مفهوم الفحص الدوري شو اللي أنتوا تفحصونا بالضبط وأيضا المدة الزمنية التي يجب علينا أن نتبع فيها هذه المسألة برنامج الفحص الدوري الشامل هو برنامج وطني للكشف المبكر عن الأمراض عن طريق بعض الفحوصات السريرية والفحوصات المخبرية وهذا البرنامج يساعد على اكتشاف الحالات والأمراض في المراحل المبكرة فبذلك هالشي يساعد على علاج والسيطرة على المرض بأبسط الوسائل العلاجية وتعطي نتاج أفضل طبعا طيب للمشاركة معنا في هذا الحوار أو المشاركة عبر البرنامج على 600551414 نستقبل اتصالاتكم مستمعين اللي عنده أي سؤال بهذا الخصوص ممكن الدكتورة تجاوب عليه وأيضا سؤال حلقتنا اليوم اللي حاب يشارك في المسابقة ما هو أول سؤال تسأل عنه عند التسجيل في تطبيق حياتي هل أنت ذكر أو أنثى ما هي جنسيتك كم عدد أولادك غير ما ذكر نشطب إجابة فما نقول هل أنت ذكر أو أنثى أو ما هي جنسيتك واحد من الاثنين هذين اللي يبغي يجاوب على السؤال على الرقم 4006 إذن عندكم خيارين شطبنا ثنين بعد اليوم دكتورة نرجع للفحوصات الدورية الهدف قلنا أنه تعزيز الوقاية وضمان صحة الأفراد في المجتمع طبعا يعني أهم الأهداف أو فوايد المرنامج مثل ما قلنا الكشف المبكر عن الأمراض في المراحل الأولى وقبل ظهور الأعراض مثل ما نعرف مثل على سبيل المرض داء السكري من بين يعني من كل شخص المصابي دكتور كان يقول كل ثنينة واحد يطلع واحد يعرف واحد يعرف والثاني ما يعرف فنحن الهدف هالبرنامج الشخص اللي ما يعرف أو ما يدري وهو عند الداء أو عند المرض أن يكتشف هالمرض مبكر وهذا الشي ينطبق على داء السكري على السرطانات على أمراض القلب وشرايين على ضغط الدم على مجموعة كبيرة من الأمراض فشو الشخص يستفيد من الكشف المبكر يمكن نقول الكشف المبكر يؤدي زيادة فعالية العلاج بخاصة العلاج في المراحل المبكرة ضمان وشيء وايد 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 مهم ضمان جودة وحياة أفضل للحالات المكتشفة مبكرا رفع قدرة المصابين بالأمراض وأسرهم على السيطرة على المرض فرملاح للأولى وأيضا السيطرة على العوامل الاختطار المؤدية لها على سبيل مثلا مثلا من الداء السكري زيادة الوزن قلة النشاط البدني الغذاء الغير الصحي هاي كلها عوامل الاختطار مؤدية لها فمن خلال هالبرامج يمكن سيطرة وتعزيز أوامل الاختطار أنت ما قلتيني حينك كم الواحد يسوي الفحوصات هذه؟ الفحوصات الدورية نحن ننصح للشخص بزيارة الطبيب في السنة مرة؟ مرة في السنة أقل شيء مرة في السنة كفاية وفي أمراض مثلا يعني هو يزور الطبيب كل سنة وفي هذه الزيارة من فحص السرير وفحص المخبري ومن دراسة عوامل الاختطار الدور يحدد بعد الزيارة الثانية متى تكون متى تكون إذا كان سليم يعني عادل يرجع بعد سنة وإذا كانت عنده بعض الأمراض هذا يتم تحويله إلى المعنيين طيب دكتورة أين تتوفر هذه الخدمة في هذه الصحة؟ خبريني وين؟ وكيف يتواصلون معاكم؟ خدمة الفحص الدوري الشامل الخدمة متوفرة في جميع المراكز الصحية كلها؟ كلها 11 مركز 11 مركز كلهم؟ كلهم متوفرة فيهم خدمة الفحص الدوري الشامل ويمكن المراجع مستعكم؟ ليستعكم؟ على حسب دوامات المركز؟ على حسب دوامات المركز أحين البرشة وند الحمر 24 ساعة 24 ساعة موجودين الخدمة موجودة بس نحن ننصح الشخص الذي يسوي فحوصات دورية يعني يزور الطبيب خلال ساعات النهار صح العيادات المفتوحة 24 ساعة بس هي أكثر لاستقبال الحالات الحالات الحارجة الحالات الهذه لكن الفحوصات الدورية أنت رايح أصلا ما فيك شيء يعني يفترض إن شاء الله ما فيك شيء يعني تروح الصباح تسوي لك هذا ولازم يصوم دكتورة أو شيء ما يأكل أكل معين أو شغلة بعض الفحوصات طبعا خاصة فحص السكري وفحص الكوليسترول الشخص يجب أن يكون صايم تقريبا 12 ساعة 12 ساعة يتم صايم في رمضان يعني الواحد يسوي أحسن يسوي في رمضان أو حتى الأيام الثانية ما يفقر دكتورة إذا يسوي الفحص يعني يكون مثلا نتعشر ساعة عشر في الليل مثلا يعني يسوي العشر الصباح يسوي الفحوصات أو يمكن يزور الطبيب والطبيب يطلب له الفحوصات وهي يوم ثاني اليوم اللي يناسبه ويكون صايم ويسوي الفحوصات طيب نذكر بالأمراض اللي دكتورة أنتم تكشفون عنها أوكي البرنامج الفحص الدوري يركز على أمراض معينة هي الأمراض الأكثر في المشتمع السكري مثلا الأمراض اللي يمكن الاكتشاف منها والوقاية منها مثل أمراض القلب والشرايين داء السكري السرطان وخاصة سرطان الثدي سرطان أنق الرحم سرطان القولون ركز على موضوع شاشة العظام شاشة العظام والله جاني طيب يعني أنا أطلع بعد الستوديو لازم نصير الفحص عياك الله في المشكل أنا لأنه من زمان ما أسوي الدكتورة فأعتقد خلاص أبرمج نفسي أن تكون عندي أيام معينة لا لازم ضروري كل مرة أقول بثير لكن الوقت دكتورة ما هذا كم الواحد يأخذ وقت عشان يفحص التايمين يعني من يدخل العيادة اليومان يطلع كم تقريبا ساعة ساعتين لا لا يمكن كلها على بعض يعني تسجيل زيارة الطبيب وعلى المختبر إن شاء الله يعني مو أكثر عن ساعة خاصة الحيوية الكيو سيستم فالأمور الأمور أفضل أفضل أمور التبع إن شاء الله كانوا يشتكون على الكيو سيستم قبل المستمعين قدام يا جماعة الخير يعني الشيء توم سوينا فالواحد يعني يأخذون العاملين على السيستم نفسه وهذا موضوع لمصلحتكم مش إن شغلة اللي هي استحدثت وأيضا كانت من المتطلبات يعني للحصول على على الآيزو وغيرها في هذه المراكز ما شاء الله 11 مركز حصلت ما شاء الله الجوائز كلها الحمد لله ووايد فخورين بهذا القطاع للأمانة الحمد لله دكتورة بخصوص الأعمار هل توجد أعمار للفحوصات هذه في يعني كل سن مثلا له فحوصات معينة ولا طريقة فحص معينة ولا هي نفسها للكل الفحوصات يعني خاصة من الفحوصات المخبرية طيب أقول على هو كل مرة أشتر له أن تتكلم على المايك ما شاء الله دكتورة طيب أن الفحوصات تختلف من شخص لشخص من عمر لعمر ومن جنس لآخر فعلى سبيل المثال إذا وحدة عمرها خمسين سنة وياي تسوي الفحوصات الدورية تختلف الفحوصات التي نسوي لها ونطلب لها تختلف عن الفحوصات التي نسويها لشاب عمره خمسة وعشرين سنة وياي يطلب نفس الخدمة جميل جميل إذن أرقام التواصل معنا على 600-55-1414 ما أبغي مداخلات ما البث المباشر يا جماعة الخير خلص البث المباشر فاللي عنده أي مداخلة على المواضيع هذه يكلمنا على 600-55-1414 أتمنى يعني في لال هذه الدقائق ما يمين على آخر الحلقة أيضا سؤال الحلقة يقول ما هو أول سؤال تسأل عن عند التسجيل في تطبيق حياتي واحد هل أنت ذكره وانت الثاني ما هي جنسيتك اختار واحد من الإجابات وشوف مين يعني عندنا تقريبا لكم صفار خمس دقائق حق استقبال الإجابات خمس دقائق نعطيهم وبعدين نختار اسم الفائز على حسب السيستم طيب دكتورة يعني العائد على المجتمع وعلى الأفراد من تعزيز ثقافة الفحوصات المبكرة هذه أو الفحوصات الدورية هذه شو ممكن نحن نحصل من خلال تعزيز هذه المسألة وهل يعني يكون فيه عندنا قانون إجباري يجبر الناس على هذه الفحوصات هل هذا ممكن يساعد يمكن الممارسة الجميلة اللي سوها الجماعة في سعادة أن طلبوا من كل المؤمنين المؤمن عليهم في هذا البرنامج واحد من المتطلبات الرئيسية لتجديد بطريقة التأمين هي عمل الفحص الدوري البرنامج الفحص الدوري يعني العائد كبير جدا خاصة نبدأ بالعائد على الشخص يعني على سبيل المثال الشخص يقوم بالفحص الدوري على سبيل المثال يكتشف أنه عنده الداء السكري مبكرا قبل ما تظهر العراب فبس بمجرد ما نفكرها بالشخص الثاني عنده السكري من يمكن عشر سنوات خمسة عشر سنة وما يدري أنه عنده السكري ليه ما ظهرت العراب أو بدأت المضاعفات فبس نتخيل يعني مستوى جودة الحياة معاناة الشخص اللي اكتشف مبكر قبل الأعراض وقبل المضاعفات ونقارن بالشخص اللي اكتشف المثال داء السكري بعد ما بدأت الأعراض والمضاعفات من فشل كلوي على الأعضاء البتر يغررين فجودة الحياة تختلف يعني من خلال الكشف المبكر وحتى السيطرة على المرض يعني المرض اللي نكتشف مبكرا خاصا سرطان يمكن السيطرة ونسبة العلاج ونسبة الشفاء من المرض يختلف يعني الفرق كبير بالنسبة للشخص اكتشفنا عنده سرطان متأخر بدون برنامج فحص دوري بعد ما بدأت الأعراض وانتشر المرض صحيح وأيضا هالعائد على المنشآت الصحية يعني العائد المادي يعني الدولة يعني الوقاية هذه بتوفر على الدولة بشكل كبير وحتى وزارة الصحة غيره سمع من وزارة الصحة وزارة الصحة ووقاية المنشد مع دكتور أين بقاطاتش بالخير بس باخذ هذه المداخلة من بعبد الرحمن وبرجع إن شاء الله فضل بعبد الرحمن سلام عليكم ياهرت فضل بعبد الرحمن واختصر لي بغيت أسأل إيش الأشياء اللي يبحثوها بالضبط يعني السكر وإيش كذلك تفلطي لهذه الأشياء جميل جميل واضح طيب أنا بضيف على سؤال بعبد الرحمن دكتورة كم يأخذ وقت لما تطلع النتائج وهذه النتائج أنتو تبعثونها يعني الواحد يستلمها باليد ولا تبعثونها ياهرت إلكترونية نحن في ظل الحكومة الذكية هل في طريقة معينة حتى من خلال التطبيقات الذكية حسين روج لهذه التطبيقات فشو شو هي الفحوصات أول شيء نرد على أبو عبد الله الفحوصات مثل ما كلنا أبو عبد الرحمن فحوصات عن الداء السكري عن فحوصات عن أمراض القلب والشرائين مثل ضغط الدم والكلسترول السرطانات مثل السرطان القولون السرطان عنق الرحم حشاشة العظام فهذه الفحوصات والوزن والفات صبعا تقييم السرير الوزن والنقص في الفيتامينات اللي موجودة في الجسم دكتورا إذا كان في نقص إذا كانت في مشاكل يمكن نتضرق لنقص الفيتامينات مثل نقص فيتامين دال وزن والفحوصات با دفولت هذا يعني يعني ما في أحد يطلع عنكم فيتامين دال ممتاز عنده لا يطلعهم بس يعني أكثر عن الناس في المنطقة عندهم نقص فيتامين دال بس في ناس مع أن المصدر موجود عندنا طيب كم يأخذ الوقت تقريبا خمسة أيام عمل عشان نتائج بظهر ليش خمسة أيام دكتورة يعني بعض الفحوصات تحتاج تحاليل مثل فحص عنق الرحم يحتاج وقت تتأكدون أن الموضوع سريع طيب وشو سألتك بعد نسيت حاليا يعني نحن نصح للشخص يراجع الطبيب عشان يشوف التفاريخ لأن مناقشة النتائج وإن أخذ العطف النتائج وإذا كانت بعض النتائج يعني تحتاج متابعة تحويل لاتخاذ الإجراء بس في خطة يعني وياسين ندرسها وإن شاء قريبا أن تكون هالخدمات ذكية وإلكترونيك هي مب للدراسة هي قيد التنفيذ دكتورة على برنامج سلامة هذا المشروع الكبير الذي تقوم به الهيئة والملف الصحي الإلكتروني هذا يضمن حتى التاريخ الطبي للمريض نفسه وممكن من تطبيق تطبيقات الهيئة هذه يتعرف على التاريخ كامل ونحن ننصح أن الواحد ينزل هذه التطبيقات الخاصة بهيئة الصحة خاصة لعملائنا يا جماعة الخير اللي يتعامل مع هيئة الصحة ننصح تماما أنه ينزل هذه التطبيقات على طاري التطبيقات نوقف بس استقبال إجابات السؤال اليوم دكتورة شو الإجابة هي تعرفين الإجابة ولا الإجابة هي هل أنت ذكر أو أنثى فما طلعت ما عندت التطبيق دكتورة ذعلتين إحنا يسبب أحق الناس نزلوا التطبيق وأنت ما عندت عندت تطبيق عموما مستمعين التطبيق موجود على الأبل ستور وأيضا جوجل بلاي أعطون اسم الفايز بارك الله فيكم مع السحب نزيل يلا خلنشوف السحب ومنول الفايز تريي الاسم الإجابة طبعا هل أنت ذكر أو أنثى الجائزة عبارة عن آي هيلث آي هيلث هو جهاز مراقبة القلوكوز والفتبت هذا جهاز لقياس اللياقة البدنية طبعا هذا فايز واحد بيحصل الجهازين هذين قل لي فيصل عبيد سيف هاشل ألف مبروك عبيد سيف هاشل طبعا الإجابة يا سلام بس إذا كم الله خير ألف مبروك لعبيد سيف هاشل وبيتوصلوا معاك الجماعة لتوصيل الجايزة لك شوف كيف ممكن تسلمها هذين الجهازين يعني إذا أنت ما تستفيد منهم ممكن في حد حواليك يستفيد خاصة أن فيه جهاز مراقبة الجلوكوز وأيضا هذا جهاز الفتبت هذا اللي يلعب في الجم وكذا ويد بيفيد الدكتورة كلمة أخيرة قبل أن نسكر الحلقة تابعين تقولين هالدكتورة ننصح يعني ما الخاطر أنا بصراحة أنصح للجميع بعمل الفحص الدوري الشامل لكشف المبكر عن الأمراض جداً جداً لأن الخاصة فيه أمراض شائعة جداً في منطقتنا خاصة السكري والضغط الدم والكلسترول الفحوصات مجانية الفحوصات مجانية للمواطنين والزوار بعد المقيمين ولا الفحوصات على حسب التأمين على حسب البطاقة الصحية بس الأهم شيء الخدمة هي موجودة في كل المراكز الصحية يعني فسهل الوصول للخدمة طيب إذن مستمعين نحن ندعوكم لمسألة الفحص الدوري إن شاء الله الفحص الدوري هذا يجب أن يكون يعني متواصل أنا ضم صوتي لصوت دكتورة سعاد هاشم السشاري طب الأسرة ورئيس شعبة الوقاية السريرية وتعزيز الصحة وإن شاء الله نشوفك دكتورة بشكل دوري إن شاء الله مثل الفحص الدوري ما نشوفك بشكل دوري إن شاء الله حاضرين زاكر الله خير دكتورة ما قصرتي وأيضا كل الشكر لفريق العمل عندي في الإعداد والتنسيق فيصل بن فارس شاكرين لك هذا الإعداد الجميل اليوم وأيضا كل الشكر لمخرجنا حمد صفار منذ ما ما شفناك زاكر الله خير وطبعا هذه تحياتي محددكم محمود يوسف العلي وحتى نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة نقول لكم تعرفين شو أقولهم أنا دائما دكتورة ولا أقولهم دمتم بصحة وشو سعادة يا السلام عليك دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي